أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجري كأن اندلاع نزاع نووي فكرة لا يمكن تصورها وذلك بعد قرار رئيس الروسي فلادامير بوتين وضع قوة الردع النووي لبلاده في حالة تأهب قال المتحدث الأممي ردا على سؤال عن رد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتريش على قرار رئيس الروسي أن مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره وفق فرانس برس وأعرض الاتحاد الأوروبي أن منظومة الردع النووي الأطلسية في حالة تأهب قصوى وذلك عقب إعلان روسيا وضع قوات الردع الاستراتيجي النووي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة وقال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه من المهم للغاية أن أمر رئيس الروسي وضع منظومة الردع النووي الروسية في حالة تأهب القصوى وسط مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا وأكد أن الاتحاد الأوروبي يقدم أسلحة لكييف وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد أسلحة إلى دولة غير عضو فيه مشددا على أن ما يجري في أوكرانيا حرب على الحدود الأوروبية حiven حين الحين اشتركوا في القناة